ضمن جلسة حوارية وبمناسبة يوم المرأة العالمي ألقت الأستاذة أسمى خضر محاضرة بعنوان الإصلاح التشريعي لحقوق المرأة الجلسة وتفاصيلها بالتقرير الجاي لا يجوز احتجاز حرية الإنسان بسبب الدين عقدت رابطة الكتاب الأردنيين ومركز إعلام وتعلم للدراسات والأبحاث جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي ألقت فيها الأستاذة المحامية أسمى خضر محاضرة بعنوان الإصلاح التشريعي لحقوق المرأة وقدمت الأستاذة أسمى خضر مجموعة من القضايا التي تعبر عن هموم وآمال المرأة في التشريعات الأردنية إضافة إلى ما اعتبرتها أنمط تمييز ضد المرأة في تلك التشريعات واعتبرت خضر أن تحسين وضع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لا بد أن ينعكس إيجابيا على المجتمع بما يؤدي إلى النهوض بالمجتمع وتطويرها في الخطب وفي الكلام الذي نعيد دائما يعني نشدد على الإيمان بالمساواة بين المرأة والرجل وعلى أن المرأة لها حقوق إنسانية مساوية للرجل وأن الأدوار التي تنهض بها المرأة هي أدوار حيوية وضرورية ولازمة للتنمية والديمقراطية والخطاب جميل ولكن حينما نصل إلى مرحلة الحماية القانونية الفعالة لهذه الحقوق التي نتحدث عنها نجد المترددين والمشككين والمناهضين لحقوق المرأة هم الغالبية العظمى التي تسير وتوجه التشريع وطبعا السياسات وحتى السلوك في المجتمع أنا قرأت رسالة موجهة من جلالة الملك حسين منشورة في مجلة اسمها مجلة الأسرة سنة الأربعة وستين بالرسالة بموجهة لوصف التن كان رئيس وزراء وبقول له فيها جلالة الملك أنه أنا الأوان للاعتراف بقدرة المرأة الأردنية وأهمية مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار وهذا كان بالأربعة وستين أخذت عشر سنين لما أعطونا حق الانتخاب والترشيح وأضافت أنه رغم التطور المستمر في التشريعات الأردنية إلا أنها ما تزال تشتمل على قوانين تمييزية واضحة عانت منها المرأة ما أدى إلى اختلالات عديدة في واقع المرأة خصوصا في مجالة العمل والتمكين الاقتصادي وموقعها في الوظائف القيادية والعليا في القطاعين العامي والخاص هذه المحاضرة أنارتني جدا وفتحت عيوني على أمور عديدة يعني على الرغم من أنني أعنى بالمرأة وحقوقها وواجباتها لكن صراحة تبين لي أن هناك أمورا عديدة ذات صلة بالتمييز وهي غائبة عن عقل أحيانا دور النسوي فيما يتصل بحقوق المرأة أحيانا يكون دور سلبي يعني أنا كرجل أدافع بحماسة ومنطقية وعدالة وإلى آخر عن حقوق المرأة لكن المرأة للأسف فثلاثة أطراف هي المسؤولة عن وضعية المرأة في المجتمع واستعرضت المحاضرة جملة من القوانين والتشريعات التي قالت أنها تؤكد على التعصف والظلم الواقع على المرأة بموجب تشريعات لا تمنحها حقوقا أساسية وإن انتصرت لها التشريعات نجد كثيرا من العراقيل في عملية التطبيق شوفوا تحديدا الحكم على أنه في تقدم أو ما في تقدم هذا خاض على دراسات وإحصاءات مش ممكن إحنا عشوائيا نطلقها بأنه ما في تقدم الصحيح أنه لا في تقدم وفي تحسن صحيح بطيء صحيح أقل من الطموح والمأمول لكنه موجود في ظروف معينة في فترات معينة بتعرض لضغوط أي تقدم الإصلاح برمته بتعرض لهذا فالمرأة جزء من هذا الإصلاح جزء من هذا التقدم جزء من هذا التطور بالضرورة المجتمع بتعرض لضغوط سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فبتعرض لنكسات في تقدمه بتعرض لبطء فالمرأة جزء من هذا وبتتعرض له أستاذ أسمى معروفة كخبيرة بهذا الموضوع وإلها باع طويل في قطاع المرأة وخلفيتها القانونية وخلفيتها في العمل العام وفي العمل للمجتمع المدني لديها طلاع أيضا على الاتفاقيات الدولية ولديها طلاع مهم وهي شخصية مهمة في قطاع المرأة الموائمة بين العمل وهي محامية ممارسة أيضا ولديها لما بتستنبط النتائج وبتستنبط التعليقات تستنبطها من واقع عملي مش تنظير من الكتب أو من المقالات التالي يعني عرضت على معظم النقاط والهنات في الدستور عفوا وفي القوانين وحضر الجلسة على دون من الأدباء والمثقفين الذين أبدوا إعجابهم بما قدمت خضر خصوصا وأنها ناشطة في مجال حقوق المرأة والدفاع عنها بسبب الجنس